يعني كم نعيش في هذه الدنيا؟ كم سنعيش؟ خمسين، ستين، سبعين، ثمانين؟ كم سنعيش في هذه الدنيا؟ وكم سنعيش في البرزخ؟ وكم سنعيش في الآخرة؟ العاقل يقدرها صحيح، هذا العاقل يقدرها صحيح يعني الآن بالنسبة، أعطيكم مثال نحن الآن 1937، صح؟ عثمان بن عفان استشهد سنة 36 من الهجرة يعني آخر 35 طيب؟ في ذي الحجة، يعني الآن كم صار له في قبره؟ ألف واربعمائة سنة، ألف واربعمائة سنة بحياة البرزخ، الآن إلى متى سيستمر في قبره؟ الله أعلم بعد ألف سنة، ألفين سنة، الله أعلم متى تكون الساعة؟ هذه الحياة ألف واربعمائة أو ألفين أو ألفين وشيء، ألا تستحق أن يعملها الإنسان؟ حتى يسعد فيها؟ وكم هذه الحياة التي نعيشها؟ خمسين، ستين، سبعين سنة؟ ماذا؟ شيل منها عشر سنوات طفولة، شيل منها عشر سنوات مرض، شيل منها عشرين سنة نوم؟ شيلها الدنيا؟ اللي يترك كل شيء لأجلها، ثم تعال حياة الآخرة، حياة الأبدية، السرمدية، الدائمة، التي ليس بعدها موت سواء كان في الجنة أو في الناس، الله يجعلنا إياكم أهل الجنة، ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان ويجتهد لها بدل هذه الحياة التافهة؟